موسيقى أصلوا مع درسنا هو الموجهة لتلاميذ الثامنة من التعليم الأساسي ومازلنا مع المحور الثالث إذن وهو الوظايف الأساسية في الجملة الإسمية المركبة ودرس اليوم بعنوان أفعال المقاربة والشروع وأثرها في الجملة الإسمية معنويا وتركبيا ننطلق إذن من النص التالي النص إذن بدأت دفء يسري في أجساد الأطفال بعد أن لفحتهم الشمس هذه عادتهم دائما فهم يبدأون ألعبهم في الصباح الباكري ولاحظ مراد أن جوزي شرع يلاعب هذا الطفل أو يضغط على أصابع آخر حتى يدفعه إلى الصراخ وأوشك أحمد بدوره أن ينسى همومه وينخرط في اللهوي إذن هناك جمل مسطر إذن في هذا النص سندرسها نحللها إذن جملة الأولى إذن هي الدفء يسري في أجساد الأطفال الدفء إذن مبتدى ويسري في أجساد الأطفال لخبر مركب سنادي فعلي في هذه الجملة إذن هي جملة مركبة الدفء إذن الآن يسري في أجساد الأطفال الدفء إذن إخبار هنا إخبار كان الدفء جملة الموالية كان الدفء يسري في أجساد الأطفال إذن كان ناسخ فعلي والدفء اسمه ويسري في أجساد الأطفال خبره مركب سنادي فعلي فإذن الناسخ الفعلي كان كما نعلم جميعا يحدده زمن نسبة الخبر إلى المبتدى يعني هنا أتحدث عن الماضي ثم الجملة الموالية بدأ الدفء يسري في أجساد الأطفال فإذن بدأ هنا هذا الفعل يدل على الابتداء على الشروع إذن فعل يدل على الشروع وهو ناسخ فعلي مثل كان وأخواتها إذن بدأ الدفء من أفعال الشروع كما قلنا الدفء اسمه ويسري في أجساد الأطفال خبره في محل نصب اسم أفوع الدفء إذن اسم أفوع ويسري في أجساد الأطفال خبره في محل نصب نواصل إذن مع تحليل الجمل إذن أخذت الحمرة الشديدة تنزرع في خديه هذه جملة اسمية إذن كذلك مبدو أبي أخذت وأخذ هذا فعل من أفعال الشروع يعني أخذ فعل يدل على الابتداء الشروع يعني في القيام بشروع إذن في وقوع الحدث إذن أخذت الحمرة الشديدة الحمرة الشديدة اسمه ناسخ يعني اسمه اسم فعل من أفعال الشروع وانشيتم هذا الاسم إذن كما نرى إذن شكله نحو مركب نعتي وتنزرع في خديه خبر مركب إسنادي فعلي أخذ إذن فعل والفاعل إذن هنا مقدر مستثر العصى بيديه إذن هذه جملة فعلية وليست جملة اسمية هذه جملة إذن فعلية وليست جملة اسمية جملة فعلية وليست جملة اسمية على أكس الجملة الأولى التي إذن إذا حذفنا أخذت مثلا إذا حذفنا أخذت في الجملة الأولى فنقول الحمرة الشديدة تتنزرع في خديه وهي إذن جملة مفيدة لكن إذا حذفنا أخذ في الجملة الثانية إذن هنا فالعصى بيديه تصبح الجملة إذن بدون هذا الفعل وهو المكون الأساسي إذن من مكونات الجملة إذن تصبح هذه الكلمات العصى بيديه بلا معنى طفقت أحفظ القرآن إذن جملة اسمية كذلك وطفق من الأفعال التي تدل على الابتداء أو على الشروع إذن تفقت أتى اسمه وهي ضمير أحفظ القرآن خبره مركب إسنادي فعلي إذن بدأ وأخذ وطفق بدأ وأخذ إذن وطفق أفعال شروع تدل على الابتداء وهي من النواسخ الفعلية نواسخ الفعلية بدأ أخذ طفق وإذن سنكتشف بقية الأفعال فيما بعد إن شاء الله وهي من النواسخ الفعلية إذن يكاد الفقر يكون كفرا إذن يكاد فعل من أفعال المقاربة إذن كاد الفقر هل الفقر كفر؟ هل الفقر كفر؟ لا لا ليس كفر ولكن هو يكاد أن يكون كفر لأنه يؤدي إلى الكفر ربما إلى السرقة وما إلى ذلك ارتصاب أموال الناس وما إلى ذلك يكاد إذن فعل من أفعال مقاربة يعني الفقر ليس كفرا ولكن هو قاربة أن يكون كفرا هذه جملة اسمية إذن نجد إذن يكاد فعل من أفعى المقاربة والفقر اسمه ويكون خفرا خابره وكما نرى هنا هو مركب اسناد اسم الخبر كاد الجار لجيرانه إذن كاد فعل إذن والمضارع يكيد وإذن المصدر كيدا كاد الجار لجيرانه إذا أحدفنا كاد إذن الجار لجيرانه إصبح هذه الكلمات بلا معنى لأنها قد يعني غاب عنها الفعل فهذه جملة فعلية وليس الجملة اسمية على عكس الجملة الأولى ويكاد الفقر يكون كفرا هذه جملة اسمية إذن وهذه جملة فعلية أوشكت السنة الدراسية أن تنتهي إذن أوشكت فعل من أفعال المقاربة والسنة الدراسية اسمه وأن تنتهي خبره مركب مصدر بأن فإذن كاد وأوشك أفعال مقاربة تدل على قرب وقوع الحدث وهي من النواسخ الفعلية كذلك إذن كاد وأوشك فع من أفعال المقاربة تدل على قرب وقوع الحدث وهي من النواسخ الفعلية إذن نأتي الآن لتحديد الشكل الأساسي إذن لجملة المبدوعة بفعل من أفعال شروع المقاربة إذن هذا هو الشكل الأساسي إذن فعل شروع أو مقاربة مع اسم مرفوع مع خبر في محل نصب أفعال الشروع إذن ما هي هي شرع بدأ أخذ طفق أنشأ جعل وإنبار وأفعال المقاربة الآن أفعال المقاربة إذن معذرة هنا إذن أفعال المقاربة أفعال المقاربة أفعال المقاربة إذن هي كاد وأوشك كاد وأوشك هذه أفعال المقاربة إذن يجب أن تحفظ هذه الأفعال أفعال الشروع وأفعال المقاربة يجب أن تحفظ تشك حليمة أن تنتهي من تنظيف البيت تشك إذن فعل من أفعال مقاربة في المضارع إذن كما نلاحظنا أفعال مقاربة تصرف في المضارع حليمة اسمه وأن هذه تسمعها المصدرية وتنتهي من تنظيف البيت مركب إسنادي كما نرى يكاد البرق يخطف أبصارهم قرآن كريم إذن هذا في صورة البقرة إذن يكاد البرق يخطف أبصارهم إذن يكاد فعل من أفعال المقاربة في انشيتم صغة المضارع البرق اسمه ويخطف أبصارهم خابره مركب إسنادي فعلي فإذن الملاحظة التي نصلها الآن ونؤكدها إذن هي تصرف أفعال المقاربة في الماضي والمضارع في حين لا تصرف أفعال الشعوع إلا في الماضي هذه قاعدة كذلك يجب أن تحفظ نوصل إذن مع بقية مراحل الدرس إذن أوشك الطريق أن يغرق عند نزول الأمطار أوشك فعل من أفعال المقاربة الطريق لم يغرق لكن أوشك قاربة على الغرق أوشك الطريق إذن أن يغرق عند نزول الأمطار أوشك فعل من أفعال المقاربة وإذن الطريق إذن اسمه وأن يغرق عند نزول أمطار خبر مركب مصدر بأن المصرية كدت أوغل في الطريق إذن كدت هذا نفع على المقاربة وأتى اسمه وأوغل في الطريق خبر مركب إسنادي فعلي كاد المعلم أن يكون رسولا إذن معلم ليس رسول لكن كاد أن يكون رسول كاد أن يكون رسولا بأخلاقه وبعلمه وبمعرفته وبنصحه وإفشاده كاد إذن فعلا نفع على المقاربة المعلم اسمه وأن يكون رسولا خبر مركب مصدر بأن المصدرية إمبر الأستاذ وإمبر من أفعال الشروع الأستاذ يشرح الدرس إذن هنا إمبر إذن الأستاذ هذا من أفعال الشروع الأستاذ اسمه ويشرح الدرس خبر مركب إسنادي فعلي إذن القاعدة التي نصلها الآن هي يكون خبر أو شكاء مركبا مصدرا بأن المصدرية خبر كادة إذن يكون مركبا إسناديا فعليا وقد يصدر بأن يكون خبر أفعال الشروع مركبا إسناديا فعليا فعله في سيغة المذارع وأنشيتم يكون مصدرا أو مصدرا مسبوقا بحرف جارين في الجملة البسيطة في الجملة البسيطة هذه إذن هي الأشكال التي أشكال نحوية التي يكون عليها الخبر إذن خبر أو شكاء مركبا مصدرا بأن المصدرية خبر كادة مركبا إسناديا فعليا وقد يصدر بأن هذا بالنسبة لإنشط مفعال المقاربة فعال الشروع يكون خبرها مركبا إسناديا فعليا فعله في صيغة المذارع أو مصدرا مسبوقا بحرف جارين في الجملة البسيطة البسيطة نواصل الآن مع التطبيقات نبدأ مع التطبيقات إذن التطبيقات أدخل على الجملة الجمال التالية ما يناسب من أفعال المقاربة والشروع إذن سأقوم إذن ب نشيتم قراءة هذه الجمل إذن الشاعر يلقي قصيدته إذن أضفنا فعل وهو شرع الشاعر يلقي قصيدته العصماء أو سنة الدراسية أن تنتهي أضفنا كلمة إذن أو نشيتم الناسخة الفعلي إذن الذي يدل على المقاربة وهو أو شكت السنة الدراسية أن تنتهي ثم أحفظ القرآن أضفنا لها فعل طفقت أو أضفنا لها فعل نشيتم الشروع طفقت أحفظ القرآن المصارع يدور إذن أضفنا لها بدأ المصارع يدور ثم ثانيا بين الشكل الأساسي لجمل التالية أنشأ خير الدين باشا المحعد الصادقي سنة 1875 إذن أنشأ فعل وخير الدين فاعل وخير الدين باشا فاعل والمحعد إذن الصادقي مفعول به وسنة كذا وكذا إذن مفعول فيه للزمان فهذه جملة فعلية ليس جملة إسمية أنشأت عمتها تفاخر بعفتها وطهارتها هذه جملة إسمية إذن فأنشأ في الجملة الثانية هو مختلف عن أنشأ في الجملة الأولى أنشأ في الجملة الثانية فعل من أفعال الشروع إذن عمتها اسمه والخبر هو تفاخر إذن نقطع هنا إذن تفاخر بعفتها وطهارتها أخذ الرجل نصيبه من المراث أخذ فعل والرجل فاعل ونصيبه من المراث مفعول به فهذه جملة فعلية على عكس إذن أخذ في الجملة الموالية وهي أخذ الرجل يصفق طاربا لسماع الموسيقى لأننا لو حذفنا أخذ الأولى إذن فتبقى إذن الجملة للكلمات التالية الرجل نصيب المراث هذه الكلمات ليس لها أي معنى لكن إذا حذفنا أخذ الثانية فإذن تبقى جملة إسمية وهي الرجل يصفق طاربا لسماع الموسيقى ثم الجملة الموالية جعل حسان بن ثابت عفوا جعل حسان بن ثابت ينشد والنبي صلى الله عليه وسلم يصغي إليه هذه إذن جملة إذن إسمية لأننا لو حذفنا جعل فإذن تبقى حسان بن ثابت ينشد والنبي يصغي إليه وهي جملة تامة لكن أدخلنا عليها شيء تنفعل نفعل الشروع وهو ناسق إذن فعلي ثم جعل النجار الخشب بابا هذه جملة فعلية جعل فعل والنجار فاعل والخشب إذن مفعول به أول وبابا مفعول به ثاني نواصل مع التطبيقات إذن والتطبيق الموالي إذن هو يكاد سنابرقه يذهب أو يذهب الأبصار يكاد إذن هذه جملة إذن مطلوب مننا إذن أن نحدد عفوا إذن السؤال لم يظهر إذن ظهر السؤال الآن حدد الشكل النحوي للخبر في الجمل التالي يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار إذن يذهب بالأبصار هنا الخبر جاء مركب إسنادي فعلي كاد الفقر يكون كفرا وكاد الحسد يغلب القدرة هنا إذن الخبر كما ترون مركب إسنادي إذن اسمي وهنا خبر مركب إسنادي فعلي أوشك المجد أن يضيع إذن أن يضيع خبر مركب مصدر بأن إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم هنا إذن تفسدهم الخبر هنا مركب إسنادي فعلي الجمل التالية أو التمرين الموالي وهو أجب عن الأسئلة التالية بجمل تستعمل فيها أفعال الشروع أو المقاربة السؤال الأول هل فرغ العامل من تنظيف النوافذي أعطيكم الجواب إذن يوشك العامل أو يوشك أن يفرغ من تنظيفها السؤال الموالي هل قبلت أو هل قبلت ولاء دعوتكم إلى الحفل الجواب إذن هو كادت ولاء تقبل دعوتنا إلى الحفل السؤال الموالي إذن هل أصلحت السيارة بنفسك والجواب والجواب أوشكت أن أصلحها بنفسي يعني هو لم يصلحها ولكن أوشك قارب قام بمحاولات وإذن قارب إذن على ذلك قارب على إصلاحها وسؤال الموالي هل أعددت تمرين المنزلية فإذن يقول شرعت أعد تمرين منزلية إذن الأب يسأل ابنه هل أعددت تمرين المنزلية فإذن الابن يقول شرعت في إعداد أو شرعت أعد تمرين المنزلية يا أبي مثلا وأخيرا إذن التمرين الأخيرة إذن هي حلل الجمل التالية بالاعتماد على الصندوق والجملة الأولى المطروحة إذن هي أوشكت الشمس على المغيب أوشكت الشمس على المغيب أوشكت إذن فعل من أفعال المقاربة والشمس اسمه وعلى المغيب إذن خبره جار ومجرور هذه جملة اسمية إذن مركبة أخذت طيور ترقص على أرصان التوتي فعل إذن أخذت فعل من أفعال إذن الشروع إذن هنا فعل من أفعال الشروع فعل من أفعال الشروع إذن وإسمه إذن فعل من أفعال الشروع كما قلنا إذن وإسمه الطيور وترقص على أرصان التوتي خبره مركب إسنادي فعلي وهذه جملة اسمية مركبة كذلك أوشكت السنة الدراسية أن تنتهي إذن أوشكت فعل من أفعال المقاربة والسنة الدراسية اسمه وعفوا أن تنتهي خبره أن المصدرية أن وتنتهي إذن كما ترون مركب إسنادي فعلي ثم الجملة الموالية اتفق الشاب يبحث عن عمل اتفق فعل من أفعال الشروع إذن والشاب اسمه يبحث عن عمل خبره مركب إسنادي فعلي هذه كذلك جملة اسمية مركبة كما نرى إذن هذا الناسخ الفعلي الذي يدل على الشروع وهذا اسمه وهذا خبره هذا بالنسبة للدرس المتعلق إذن ب كما قلنا أفعال المقاربة والشروع إلى اللقاء في درس الداحق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر